اشتركوا في القناة نبدأ كده مع بعض لكن في البداية احب فكركم الناس اللي لسه مش مشتركة معنا على القناة اتمنى تشتركوا معنا ودايما تعملوا لايك على الفيديوهات علشان توصل لأكبر عدد من زمائلكم ويتابعنا اكبر عدد ويكون دحافز وتشجيع لنا ان احنا نستمر معاكم بإذن الله نبدأ كده ونشوف الجزء بتاع النهاردة وهو جزء سهل جدا وبسيط ان شاء الله يعني هيعجبكم وتستمتعوا بيقول لنا ايه بيقول لنا عندنا دلوقتي مثلا كلمة زي كلمة سوب كلمة سوب معنى جدا بتستخدم مع الصفة او الظرف بيقول لنا هنا سوب ممكن يجي وراها adjective او adverb بمعنى جدا you can answer this question it's not so difficult ده هو مش ايه مش صعب قوي we have enough time i don't know why you are driving so quickly احنا عندنا وقت كفاية انا مش عارف انت ليه سايق بسرعة جدا تمام يبقى لما يجي بعدها ظرف او صفة هتكون بمعنى جدا تعالوا ما نكمل تستخدم so والصفة وذات بمعنى جدا لدرجة ان يعني يا مصر بمعنى جدا لدرجة ان تعالوا نشوف من الامثلة وهتوضح لنا so adjective that وذات احنا عارفين ان بيجي دايما وراها جملة كاملة يعني فاعل مثلا i وبعد كده مثلا فاعل the exam was so easy that all students passed it يعني ايه يعني اللي امتحان كان سهل جدا لدرجة ان كل الطلاب نكحوا فيه يبقى سهل جدا او جدا السفة جدا لدرجة an he ran so slowly that he came last in the race يعني هو بيمشي او بيجري بطيء جدا لدرجة ان هو جي الاخير في السباء اخذ المركز الاخير في السباء تستخدم so كبديل لتكرار صفة او ظرف بمعنى هكذا او بهذه الطريق زي the weather is cold الجو بيكون ايه بيكون برد and i think it will remain so يعني ايه يعني وانا اعتقد ان هو هيفضل كذلك او هكذا so d معنى ايه so d اللي هي cold so d اللي هي cold تمام for another two days يبقى ممكن so تكون بديل لتكرار صفة او ظرف يعني بدل ما اقول the weather is cold and i think it will remain cold for another two days لا مش عايز اقرر الصفة مرتين فهقول it will remain so for another two days تستخدم so كبديل لتكرار عبارة بمعنى ذلك عبارة بمعنى هنا كان صفة او ظرف هنا عبارة كاملة do you think ركاية will come first تفتكر ركاية هتاخد المركز الاول قال له i think so يعني i think she will come first يبقى كلمة so d جد بديلة عن ايه بديلة عن كل جملة يعني انا اعتقد ايه انا اعتقد ذلك 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 ده اللي هو ايه ان ركاية هتاخد المركز الاول ودي احنا بنستخدمها من زمان حتى لو انت ما كنتش عارف يعني الاستخدام ده فانت هتلاقي نفسك تلقائيا كنت بتستخدمه برضو زمان تستخدم so في الصيغة الطالية بمعنى وكذلك so فعل مساعد او فعل نقص وبعد كده فاعل mr حلمي felt sick after the meal and so did mr اشرف and fady so did mr اشرف and fady ادي so وادي الفعل المساعد او النقص هنا طبعا فعل مساعد وادي ايه الفعل اللي هو mr اشرف يبقى بمعنى وكذلك mr حلمي felt sick after the meal mr حلمي تعب بعد الايه بعد الوجبة and so did mr اشرف وكذلك mr اشرف وفادي الاتنين ايه هما كمان تعبوا my mother likes spicy food so do i وانا كمان كده so فعل مساعد او نقص وبعد كده ايه وبعد كده فعل برضو دي من المحاجات المهمة عشان ما بتقررش كتير فعشان كده مهمة تستخدم so كرابط بين جملتين بمعنى لذلك او لهذا السبب برضو من الحاجات المكررة كتير ويأتي بعدها جملة نتيجة يأتي بعدها جملة نتيجة يبقى قبلها سبب بعدها نتيجة mr عبد الرحمن was tired mr عبد الرحمن كان تعبين so he went to bed early لذلك او لهذا السبب هو ذهب للايه ذهب للنوم مبكرا يبقى دي النتيجة نتيجة تعبو ان هو ذهب للنوم مبكرا تعالوا ما نكمل ونشوف الجزء اللي بعد كده تستخدم so كرابط بين جملتين بمعنى حتى او لكي حتى او لكي ويأتي بعدها برضو جملة ايه النتيجة so بتسوي so that الاتنين بنفس المعنى وبردو بيجينا جملة ايه الغرض i want to get an underwater camera انا عايز اجيب ايه عايز اجيب كاميرا بتشتغل تحت المية so i can take photos of the corals عشان او لكي لكي او حتى استطيع ان انا ايه ان انا التقط صور للشعاب المرجاني شوفنا كده كل الجزء اللي فات ده كنا بنتكلم فيه عن ايه عن so واستخدماته تعالوا ما نشوف بعد كده ال ing احيانا يستخدم ال verb مع ال ing كبديل لعبارة وصل كبديل لعبارة وصل فهنا بيقولنا ان هو which و that اللي بنستخدمهم برضو ككلمات وصل بيساوي جملة مبنية للمعلوم زائد ايه زائد الفعل المضاف ل ing يعني الجملة دي i have a cousin who works for a tourist company يعني انا عندي ابن عمي اللي هو بيشتغل ايه اللي هو بيشتغل في شركة سياحة نفس الجملة دي بالضبط هي i have a cousin working for a tourist company يبقى الكلمة او اداة الوصل مع الفعل اللي اتنين كده بيساوي ايه بيساوي الفعل المضاف ل ing تمام بعد كده هنا بيقول لنا لاحظ استخدام with كبديل لعبارة الوصل who whom which that بعد كده have او has او had بعد كده النون كل الكلام ده بيساوي with والنون يعني هنشيل كل ده كده ونعوض عنه بيه بكلمة with i saw a little girl who has green eyes and long hair يعني ايه يعني انا شفت بنت صغيرة عندها عيون خضرة وشعر طويل نفس الجملة دي بالضبط هي i saw a little girl with green eyes and long hair يعني لديها عيون خضرة وشعر طويل تمام يبقى احنا شلنا هنا كلمة او اداة الوصل وشلنا بعد كده have او has او had حسب بقى الزمن بتاع الجملة they live in a tiny village which has no shops شلنا هنا which has وحطنا بدلها they live in a tiny village with no shops يعني اللي هي مفهاش ولا ايه ولا محل يمكن استخدام الفيرب بلاس ING بعد when بمعنى عنده او حين بشرط ان يكون الفاعل نفس فاعل الجملة الرئيسية الشرط ده بيكون مهم when زائد جملة بتساوي when زائد الفاعل مضاف لي ING when i was leaving the office لما كنت بغادر المكتب i heard the manager shouting طبعا هنا الفاعل هنا هو هو الفاعل هنا فهنا هقول when leaving the office i heard the manager shouting يبقى انا هنا عملت ايه انا هنا استخدمت الفاعل مضاف لي ING بعد when على طول بعد when مباشرة بمعنى عنده او حين تمام انا كنت غادر وسمعت المدير يصيح when leaving the office when leaving the office the manager was shouting المدير هو من كان يصيح وهو يغادر المكتب طيب ايه الفرق ما بين دي وما بين دي الفاعل الفاعل خلي بالكو في الحتة دي هنا when leaving the office لما انا غادرت او انا تركت المكتب انا سمعت المدير ايه انا سمعت المدير بيصيح اما هنا when leaving the office عند مغادرة او هنا برضو عند مغادرة المكتب عند مغادرة المكتب المدير كان ايه كان بيصيح تعالوا ما نكمل ونشوف الجزء اللي بعد كده or او otherwise اللي اتنين بمعنى ايه وإلا يمكن استخدام or او otherwise في جومة الشرطية بمعنى وإلا بدلا من if وunless فانا بيقول لنا you must study hard انت لازم تذاكر بجد otherwise وإلا you won't pass the exam وإلا مش هتنجح في الامتحان اللي هي بتساوي if you don't study hard لو ما ذاكرتش بجد you won't pass the exam مش هتنجح في الامتحان أو unless you study hard ما لم تذاكر بجد you won't pass the exam طبعا unless بتساوي if زائد النفي يعني احنا عشان نستخدم unless شلنا if وشلنا i وشلنا النفي بعد كده عندنا someone وanything زائد صفة تأتي الصفة بعد الكلمات التالية وليس قبله someone somebody something somewhere وحكذا كل الكلمات دي الصفة بتيجي ايه بعدها زي i sat next to someone important مش important someone children like everything new مش ايه مش العكس it زائد verb to be it زائد verb to be ادي هنا it و ادي verb to be و ادي بعد كده الصفة to والمصدر من it's difficult to understand this lesson without your teacher's help يعني ايه يعني من الصعب فهم هذا الدرس من الصعب ان نفهم عشان نجيبها برضو زي ما هم كتبين من الصعب ان نفهم هذا الدرس بدون ايه بدون مساعدة المدرس it's enjoyable to spend your free time in the club من الممتع من الممتع كضاء وقت فراغك في النادي it verb to be صفة verb plus ing it's dangerous walking in the forest alone يعني to المصدر او verb ing it و verb to be صفة وبعد كده of او for بعد كده subject to والمصدر it's easy for ايمن it's easy for ايمن to do this work it's kind of you to help me يبقى لما هنشوف of او for هيجي وراهم الفاعل وبعد كده طو المصدر تمام كده help زائد help زائد الفاعل في المصدر او help to والفاعل في المصدر يمكن استخدام tool الفاعل في المصدر او الفاعل في المصدر مباشرة من غير to دي هتسوي دي بالضبط i help بتسمى to do the cooking i help بتسمى do the cooking على طول يعني من غير to عادي وسواء بدو او من الفاعل زائد to عادي او الفاعل بنفسه في المصدر عادي تعالوا ما نكمل بعد كده عندنا بيزي بيقول لنا بيزي ويجي وراها النون المدير مشغول مع بعض العملاء اما بيزي فقط من غير حرف الجر هيجي وراها verb plus ing we were busy doing the housework احنا كنا مشغولين بعمل شغل المنصر الverb زائد الobject زائد verb ing الافعال التالية يستخدم بعدها المصدر ليدل على متابعة الحدث بالكامل ويأتي بعدها verb ing ليدل على متابعة جزء بس من الحدث زي see watch hear notes i saw the sun go down يعني ايه يعني انا شفت غروب الشمس بالكامل طب عرفنا منين نياب الكامل لان الفعل اللي جيه وراها جيه فعل في المصدر ماشي طبعا الفعل اللي عندنا اهو من ضمن الاربع افعال بتوعنا الفعل لما هيجي وراها في المصدر يبقى كده الحدث تم بالكامل اما لو جيه go down يعني ايه جيه الفعل مضاف لانجيه يبقى انا شاهدت جزء من الغروب برضو دي من الحاجات المهمة ركزوا برضو في دي including كحرف gar بمعنى بما في ذلك او مجتملا على i called all my family members including my uncle who lives in canada يعني انا كلمت او دعيت كل افراد العيلة بما فيهم بما فيهم او مجتملا على ذلك عام اللي ايه يعيش في كندا stop ودي كنا اخدناها برضو في الفرق ما بينها في ثالث اعداد تستخدم stop بمعنى يتوقف او يوقف او يمنع كالتالي stop والفعل قبل تو فعل في المصدر قبل تو بمعنى ايه يتوقف لكي يتوقف لكي اما stop والفعل المضاف لانجي يعني يتوقف عن فعل ايه عن فعل يعني كنا بنقول دايما ايه he stopped to smoke وكنا بنقول stop smoking فاكرين كنا دايما بنقول المثال ده في ثالث اعداد he stopped to smoke وhe stopped smoking الاولى هو توقف ايه لكي يدخن يعني واحد كان ماشي بالعربية فعشان ما يتخدش مخالف فهو بيدخن مثلا فامواء فراكن بالعربية علشان ايه يدخن اما stop smoking ده واحد كان بيدخن وخلاص ربنا هدا وكرر ان هو يبطل تدخين وياللين was doing homework she stopped to make herself a cup of tea اثناء ما هي كانت بتعمل الواجب هي توقفت لكي تعد لنفسها ايه كباية شاي اشرف stopped chatting with his online friends to revise for the exams هو توقف عن المرسلة توقف عن فعل الشي ده مش توقف لكي يفعله توقف عنه كمان ممكن stop object from والفعل مضاف لain g يمنع فلان من القيام ايه بشيء mr. aiman stopped us from talking to each other mr. aiman منعنا ان احنا نتكلم مع بعض mr. aiman stopped us talking to each other يعني ممكن نستخدم from وممكن ما نستخدمهاش عادي جدا كده احنا خلصنا الجزء بتاع الشرح دلوقتي هتوقف الفيديو وتحل بنفسك الحاجات دي طبعا ده لو انت معاك الكتاب طب لو انت مش معاك الكتاب برضو هتوقف الفيديو وهتكتب في ورقة كده ارقام الاجابات او مثلا الاجابة الاولى مثلا ايه تانيابي التالت كذا وتكتب الستاشر اجابة في ورقة جنبك وبعد كده هتشغل الفيديو تاني وتشوف معايا دلوقتي حل الاسئلة اللي هنشوفها مع بعض اول سؤال علي اس بيزي نقط هز هومورغ تدو ولا دد ولا دوينج ولا هز دون طبعا الاجابة هتكون دوينج علي اس بيزي دوينج هز هومورغ علي مجغول بانه بيعمل ايه الواجب بتاعه خلي بالك نفس الفكرة اللي قلنا مين الفعل هنا المانجر يبقى وبيجي وراها ايه بيجي وراها الفعل وضف لأي نجي when leaving the bank children like tom and jerry cartons because they are so funny so بيجي وراها الادجكتف او الادفرب معنى جدا she saw her father for work earlier than usual leaving to leaving or leaves or left for work it's nice of you i have to wear the uniform i have to wear the uniform i won't take part in the game otherwise وإلا مش هشارك في المصرحية he writes so that i can't read anything يعني ايه يعني هو بيكتب بطريقة صيئة جدا لدرجة ان انا مش قادر ارى اي حاجة يبقى he writes so badly they are busy not the preparations of the wedding ان هما مشغولين ايه مشغولين with the preparations of the wedding مشغولين بترتبات او تجهزات الزفاف can you suggest not to do طبعا قلنا خلي بيقلكم برضو الحتة دي مهمة جدا الصفة بتيجي بعد الكلمة دي الصفة بتيجي بعد الكلمة يعني something someone الحاجات دي كلها الصفة بتيجي بعد يبقى something important talking to a client the manager's mobile ring طبعا نفس سؤال رقم 2 هيبقى وين ماموز نقاط 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 she slept in her chair ماموز so tired مستر ماجدي هيلبت اس نقاط the experiment do هيلب اس do how to do do how to do قولنا هيلب بيقور اما تو المصدر اما المصدر مباشرة it's useful نقاط us to have a work plan it's useful for us من المفيد لنا ان احنا يكون عندنا ايه عندنا a work plan يكون عندنا خطة عمل he has a valid نقاط a swimming pool with a swimming pool with يعني ايه يعني فيها حمام سباح he is very tired he will remain نقاط unless he gets enough free time he will remain so فاكرين لما قلنا ان so من استخدامتها نياب تعود بدل ما نقرر كلمة tired تاني هي will remain tired بدل ما نقرر كلمة tired كان المثال بتاعنا حتى كان كلمة cold رقم 16 i heard a bird not a bitfully before it flew away فاكرين الافعال اللي اربعة اللي كنا قلنا ممكن يجي بعدهم الفعل فقط وممكن يجي بعدهم الفعل ومضاف لانجي حسب ان شفت المشهد كامل او شفت جزء منه طبعا هنا مش موضح فهياخد الاجابتين بوسي تعالوا ما نكمل نفس الفكرة بتاع السؤال اللي فات يبقى everybody interested i gave here all the keys نقط the front door key طبعا ايه طبعا عايز اقول including بما فيهم انتها كل المفاتيح بما فيهم المفتاح بتاع الباب الامان is عمر l i think طبعا so i think so انا اعتقد ذلك بتعود على الجملة بالكامل it was helpful to take some days off the horse نقط by the gate is mine the horse standing by the gate مروة is hard working and so طبعا هنا هجيب الفعل النقص او فعل المساعد قبل الدمير يبقى so am i لان هنا كان الفعل بتاعنا اصلا هو فعل ايه هو verb to be فبرضو اختار verb to be شاذا helped all of us نقط ready for the competition نفس الفكرة برضو بتاع help to get be careful not you might fall be careful or otherwise i know the girl نقط the big nose i know the girl with اللي اللي هي عندها مناخير مثلا كبير i am full not i can't eat anything else i am full so النتيجة النتيجة بتاعت اننا خلاص شبعان اننا مش قادر اكل اي حاجة everybody needs to work hard it's useful not the whole society not have individuals not hard working nature not women تعالوا بقى ما نبدأ مرة واحدة everyone needs to work hard كل واحد لازم ان هو يشتغل ايه لازم يشتغل بجد it's useful the whole society it's useful ايه عايزين حرف جار for the whole society to have individuals عشان من المفيد للمجتمع ككل انه يكون عنده ايه يكون عنده افراد with hard working nature لديهم ايه لديهم طبيعة العمل الجاد بما فيهم بما فيهم ايه الومن including women at seven o'clock yesterday i was walking to school as usual suddenly i heard someone not my name i heard someone calling or call my name from the other side of the street i didn't know the man not i was puzzled i didn't know the man saw نتيجة على ذلك ان انا ما كنتش عارفه النتيجة على ذلك ان انا كنت محتور يبقى saw i was puzzled crossing the street i saw the man busy not a cigarette out of a box and he asked four matches يبقى i saw the man ايه مثلا taking a cigarette out i was so furious not i didn't even reply to him i was so furious زت فاكرين لما قلنا so وبعد كده الصفة وبعد كده زت وجملة كاملة اه برضو قدلنا هنا عندنا في المثال اللي قدام اخر حاجة خالص معنا الجزء الخاص بي الاساي وازاي ان احنا نكتب اساي طبعا في فيديو على القناة شارح ليكم ازاي نكتب باراجراف او اساي او ايميل فبردو تقدروا انتم تشوفوه لكن الموضوع ببساطة انت دايما بتكتب العنوان بتاعك هنا ولازم ان تكون مطلع وعندنا برضو نصوص ريدنج في اليون دي طبعا احنا ما قرنا ههاش عشان بس الوقت لكن انت تقدروا ان انتم تقروها علشان فقط ان انت تقدر تكتب اساي كويس طبعا ده لو هيكون فيه في الامتحانات اساي بعد كده وانحنا ما نضمن لاخر الترم هيكون الوضع ايه فانحنا هنتدرب على كل انواع الاسئلة زي ما موجودة معنا في الكتاب علشان نكون جاهزين لاي احتمال والله الامتحان جي بالكامل اختيارات خلاص يبقى خير وبركة والموضوع هيبقى اسهل بكتير ان شاء الله جي عندنا في اساي وانحنا نكتب اساي وبرده نكون مستعدين جيتر جامع نكون مستعدين وهكذا فهنكون مستعدين بإذن الله لكل انواع الاسئلة زي ما انتوا شايفين هو بيتكلم على العمل التطوعي بنسيب جزء في البداية كده حوالي 3 او 4 حروف بعد كده نبدأ بحرف ونبدأ بتكوين جمل بسيطة جدا من 4 5 6 كلمات ما نحاولش ان احنا نصعب الدنيا على نفسنا طبعا بعد النقطة بيكون دايما عندنا حرف في بعض الحروف مثلا او بعض الحاجات اللي بتيجي دايما كابتل زي مثلا المدن زي الدول زي مثلا ضمير اي بيجي كابتل في اي مكان في الجملة لما ببدأ مثلا بعد النقطة كذلك المهم كتبت البراجراف بتاعي الاولاني وعملت النقطة بتاعتي وهبدأ في البراجراف التاني برضو بسيب جزء في البداية وهكذا وعكذا الشكل فيه الاساي مهم جدا 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 لو انت هتكتب اساي وانا هشوفه ليك كده اول حاجة هتلفت نظر الشكل لو ليت شكل منظم ده يعني بنسبة كبيرة خلاص الدرجة انت بتبقى بنسبة كبيرة اخدتها لكن لو شكل اصلا ملاعب كده فاكيد هتنقصف بعد كده عندنا الترجمة فبيولينا هنا توريزم is one of the chief sources of national income every citizen has to do their best to help attract more tourists وبرضو عندنا مجموعة من الحلقات كان كنا شرحين فيها الترجمة وكواعد الترجمة وزي نحن نترجم من عرب الإنجليزي أو العكس تعالوا على كل مواطن أن يبذل جهد المساعدة في جذب المزيد من السياح إيكوتوريزم is a type of tourism that pays great attention to the environment it's based on enjoying tourists as well as protecting the environment إن السياحة البيئية هي أحد أنواع السياحة التي تولي اهتماما كبيرا للبيئة فهي تعتمد على إقناع السائحين والحفاظ على البيئة في الوقت نفسه Some species of animals are endangered in one way or another the danger of dying out like dinosaurs and other creatures بعض أنواع الحيوانات معرضة للخطر بطريقة أو بأخرى فهم يواجهون خطر الانقراض مثل ديناسورات وغيرها من المخلوق تعالوا ما نكمل ونشوف الطريقة العكسية يوفر نشاط السياح يوفر نشاط السياح الألاف من فرص العمل للمواطنين من مختلف الأعمار لذا فتشجيع السياح والعمل على جذب المزيد من السياح حواق بطني توريست اكتيفتي بروفيد thousands of job opportunities for citizens of all ages so encouraging tourism and working to attract more tourists is a national duty رقم 2 تضع السياح البيئية في الاعتبار الحفاظ على البيئة الطبيعية لذلك يتم تحديد أعداد السياح والأنشطة التي يقومون بها والأماكن التي يزورون رقم 3 إن حماية الأنواع النادرة من الحيوانات والنباتات من الانقراض واجب بيئي في هذه الكائنات تلعب دور الحيوان في التوزن البيئي protecting rare species rare طبعا معناها النادرة of animals and plants from extension is an environmental duty these creatures play a vital role in the ecological balance طبعا عندنا بعض الكلمات برضو هيت المرتبطة بنصوص الترجمة والاختبار على الوحدة برضو عايزين إن إحنا نشوفها الكسة مش هنتعامل معها خالص لحد نهاية الترم لأن بنسبة كبيرة طبعا ما بتكونش دخلة في الامتحان ولو هتكون دخلة في الامتحان فبإذن الله نلماها في نهاية الترم بكده بنكون خلصنا الحلقة بتاعت النهاردة وخلصنا معها شرح اليونت بالكامل أتمنى تكونوا استفدتم مننا على مدار اليونت على مدار الست فيديوهات اللي احنا نزلناهم إن شاء الله نقص لنا بس في اليونت دي فيديو أخير هيكون حل امتحان اليونت حل التست اللي على اليونت أتمنى أنتم تراجعوا الأول اليونت بالكامل قبل ما تدخلوا على الفيديو اللي جاي في حيث أن يكون الامتحان بالنسبة لك فعلا امتحان تكون مقفل اليونت إن شاء الله عشان نبدأ في اليونت التانية أتمنى اللي لسه مش مشترك في القناة يشترك معنا عشان نقبر القناة ونزود العدد فيها ويكون طبعا بتشجيه وحافظ لنا دايما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته